بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبات سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الثاني للفصل الأول في الرياضيات لسنة الثالثة ثانوي رقم 9 أنصح بشعبة العلوم التجريبية والتقنية الرياضي والرياضي لأنها دالة رائعة حيث قال لتكن F دالة معرفة على R كما يلي F لX سوين X على أسية X ناقص X قال قاما المنحاني الممثل الدالة في معلم متعامد وهو OEG قال وحدة الرسم هي 2 سنتيمتر على محور الفواصل و 5 سنتيمتر على محور الترتيب لهذا هنا قال متعامد فقط لم يذكر متجنس لأن الوحدة على محور الفواصل لا تسوي الوحدة على محور الترتيب قال واحد لتكن G دالة معرفة على R كما يلي جيلي X سوين أسية X ناقص X ناقص 1 قال واحد أدرس تغيرات الدالة G على R بعدها قال يستنتج إشارة جيلي X على R ثانيا قال بيّن أنه من أجل كل X من R أن المقدار أسية X ناقص X مجب تماما ثانيا واحد كذلك قال عين نهايتي الدالة F عند ناقص من أنهية وزائد من أنهية ثم بعدها قال فسر بيانيا هذه النتائج أكيد المستقيمات المقاربة ثانيا قال أحسب F فتحة ل X ثالثا قال أدرس اتجاه تغير الدالة F ثم أنجز جدول تغيرتها رابعا قال عين معادلة معادلة للمماز T للمنحنة G في النقطة ذات الفاصلة صفرة ثم خامسا قال باستعمال الجزء واحد الذي هو هذا الجزء واحد قال أدرس وضعية المنحنة G بالنسبة إلى المستقيم T وهو المماز ثم سادسا وآخرا قال أرسم المستقيم T والمنحنة G يعني هنا بعدما ندرس وضعية النسبة لهما إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على هذا السؤال أول قال أدرس تغيرات الدالة G إذن نكتب هنا دراسة تغيرات الدالة G لما يقول دراسة تغيرات ننطلق مباشرة بالنهاية نقول أولا النهايات لاحظوا جيدا إذن نقول limit جيل X التي هي سية X ناقص X ناقص واحد لما X يؤول إلى ناقص مالا نهاية تصبح لنا تساوي نحن نعلم أبنائي أن عندنا limit السية X لما X يؤول إلى ناقص مالا نهاية هذه معرفة أنها صفر معنا هذا يذهب إلى صفر عوض هنا بناقص مالا نهاية مع هذا الناقص تصبح لنا زائد مالا نهاية إذن تعطي لنا هذه زائد مالا نهاية ثم نأتي الآن إلى limit السية X ناقص X ناقص واحد لما X يؤول إلى زائد مالا نهاية هنا عندنا كذلك لو نعوذ هنا السية زائد مالا نهاية مالا نهاية وهنا تعطي لنا قسم مالا نهاية تدام التعيين عندنا كذلك نهاية علينا أن نكون على دلاية بها ألا وهي limit X قوى N على أسية X لما X يؤول إلى زائد مالا هذه معرفة أنها صفر في الأصل عندنا limit أسية X على X قوى N لما X يؤول إلى زائد مالا هي زائد مالا لكن إذا عكست معنا X قوى N على أسية X لما X يؤول إلى زائد مالا هذه تعطيكم صفر فهنا معنا إلا استخراج الأسية على مشترك تصبح لنا limit أسية X في ماذا في 1 ناقص X على أسية X هكذا ثم ناقص 1 على أسية X لما X يؤول إلى زائد مالا نهاية عندنا هذه تذهب إلى الصفقة طبقا لهذه النهاية وعندنا هذه كذلك أسية المالا نهاية مالا 1 على المالا نهاية ذهب إلى الصفر فيصبح لنا 1 في أسية المالا نهاية التي هي مالا نهاية وتعطي لنا زائد مالا نهاية فقط بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن مباشرة إلى المشتقة نقول هكذا نقول الدالة G قابلة للاشتقاق على ماذا على R و دلتها المشتقة تصبح لنا G فتحة لـ X السية X معروفة أن إذا اشتقت هي سية X ناقص هذا لما يشتق يلقي لنا ناقص 1 أما الناقص 1 بما أنه عدد ثابت إذا اشتق يذهب إلى الصفرة فاصبح لنا هذه هي G فتحة لـ X الآن نقول G فتحة لـ X تساوي الصفرة أي ماذا؟ أي أن أسية X ناقص 1 هي التي تساوي الصفرة ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا أي أن أسية X يساوي لنا 1 الواحد معروف هو أسية الصفرة الأسية تساوي الأسية فإن الأس يساوي الأس أي أن X كما يصبح يساوي لنا الصفرة إذن أين تنعدم؟ هذه المشتقة تنعدم عند الصفرة بعدها نري جدول إشارة هذه المشتقة عفوا إذن هكذا وهكذا ولا نتعجل فيما يخص الأمور الحسابية إذن لاحظوا جيدا إذن وهنا هكذا أركز ننتبه إذن وعندنا هنا هكذا نقول أولا عندنا X X من ناقص مال نهاية إلى الزائد مال نهاية عندنا وجي فتحة لX أين ينعدم؟ ينعدم عند الصفرة إذن هنا هكذا لاحظوا تقول قاعدة بما أن هذا العدم هذا إشارته زائد وهذا إشارته زائد الزائد عندنا هكذا الزائد في الزائد يعطينا زائد إذن هنا نفس وهنا عكس إذن فنضع الإشارة هنا زائد وهنا ناقص ونكتب تلك الجمل اللغوية نقول الدالة هكذا نجعل فاصل من هنا الدالة G متناقصة تماما على ماذا؟ على المجال الذي هو من ناقص مال نهاية إلى صفرة ومتزايدة تماما على المجال الآخر لهو من الصفر إلى غاية الزائد مال نهاية بعدها ماذا قال؟ قال استنتج الإشارة قبل أن نأتي إلى استنتاج يمكن أن نعطي الآن جدول التغيرات حتى تكون أمورنا جدا واضحة جدول تغيرات جيد هنا لما نأتي إلى تعيين جدول التغيرات لاحظوا وانتبه وأرجوكم لأنه هو الذي نجيب به على هذا السؤال الذي يظهر في طياته صعب لكن هو بسيط جدا لاحظوا إذا أتينا الآن إلى مل جدول التغيرات هكذا وهكذا وعندنا هكذا ودائما أنصحكم باستعمال أدوات المدرسية إذن أولا عندنا إكس من ناقص مال نهاية إلى الزائد مال نهاية وعندنا هنا جي فتحة لإكس هكذا تنعدم عند الصفر هنا قلنا زائد ناقص وهنا عندنا جي لإكس الآن ننزل هكذا ثم نصعد هكذا حزبنا النهاية عند النقص مال نهاية وجدناها زائد مال نهاية وعند زائد مال نهاية زائد مال نهاية وبقيت لنا صورة ماذا صورة صفر نحن نملك أننا قلنا أنه جي لإكس قلنا تسوينا أسية إكس ناقص إكس ناقص واحد ناقص واحد نعوض بالصفر تصبحنا جي لصفر تسوينا أسية صفر ناقص صفر ناقص واحد وتساوينا 1 ناقص 1 ويساوي الصفر إذن صورة صفر ما هي؟ إنها الصفر فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن لنجيب على السؤال استنتج إشارة جيلي إكس على R لاحظوا هنا نضع هذا الجدول هنا أمامكم حتى تلاحظوا الإجابة بأم عينكم نكتب هنا استنتاج إشارة جيلي إكس أكيد على مجال التعريف هو R هنا لاحظوا جيدا ها هي الجيلي إكس انظروا ها هي الجيلي إكس ما هي آخر قيمة وصلت إليها؟ انظروا إنها الصفر فهذه القيم كيف تكون؟ القيم التي فوق الصفر أكيد تكون قيم كيف هي؟ مجابة أعيد الجيلي إكس ها هي قيمها ما هي أخفض قيمة وصلت إليها؟ إنها الصفر وفوق الصفر كيف تكون القيمة؟ تكون مجابة نقول من جدول التغيرات نجد أن فقط أن مهما كان X ينتمي إلى R فإن الجيل X أكبر أو يساوي الصفر لأنه تصل إلى الصفر أنظروا أرجو قد فهمتم الفكرة لهذا أتيت إلى استعمال جدول التغيرات يقول أحدكم وهل نضع فورة إجابة نعم لأن الأمر من هنا استنتج يعني لا يوجد لها برهنة أخرى حسابيا لا هي أمر استنتاج لهذا قال استنتج فقط أو يمكن إذا لم نستعمل جدول التغيرات نقول بما أن الدالة G تقبل قيمة حدية عند الصفر فإن نصبحنا G لصفر كم تساوي الجيل الصفر تساوي نصف فإن G لإكس أكبر أو يساوينا الصفر كذلك والأفضل هو جدول التغيرات بعدما أنا هنا مع هذا السؤال اللي هو الإجابة عن إشارة الجيل إكس نأتي الآن إلى ثانيا قال بيّن أنه من أجل كل إكس من آر أن المقدار أسية إكس ناقص إكس موجب تماما وكان بمقدور حتى يسأل استنتج إذن نكتب هنا البرهان أنه مهما كان إكس ينتمي إلى آر أن ماذا؟ أن أسية إكس ناقص إكس قيمة موجب تماما لاحظوا هنا وكان بمقدور حتى يقول استنتج أن هذه القيمة موجب تماما نقول لدينا من الجواب السابق أن جيل إكس موجب هكذا موجب أي ماذا؟ أي أنه ماذا؟ أن الجيل إكس التي هي أسية إكس ناقص إكس ناقص واحد تكون قيمة موجب قلت أعيد لدينا أن الجيل إكس ها هي برهانة أنها كيف هي أو استنتجت أنها أكبر أو يساوي السفر ها هي عبارتها ما رأيكم أبنائي لو ننقل هذا الطرف إلى هنا تصبحنا أسية إكس ناقص إكس أكبر أو يساوي لنا واحد وهذا بطبعه أكبر تماما من السفر نقول ومنه أسية إكس ناقص إكس أكبر تماما من السفر أي العدد أي العدد من هو العدد لهو أسية إكس ناقص إكس هذا موجب كيف هو تماما أرجو قد فهمتم الفكرة يا أبنائي إذن هذا القيمة هذه وجدناها موجب كيف؟ بقضية استنتاج عندنا الجيل إكس موجب ها هي قيمته نقلنا هذا إلى هنا فأصبح هذا موجب أكبر من الواحد بطبعه أكبر تماما من الصفر أي أن هذه أسية إكس ناقص إكس صبح أكبر تماما من الصفر أي أن هذا العدد هو عدد موجب تماما على أر بعدما أنهينا مع هذا السؤال أكيد سوف ينفعنا في الجزء الآخر لهو تذكره هو وضعية المنحنى والمماز تذكره جيدا أن هذه القيمة تكون قيمة موجبة تماما نأتي إلى ثانيا واحد قال عين نهايتين دل أفعين دناقص من النهاية وزائد من النهاية إذن نكتب هنا تعيين ماذا؟ لميت آف لإكس لما الإكس يؤول إلى الناقص من النهاية ولميت آف لإكس لما الإكس يؤول إلى زائد من النهاية ننطلق أولا بالناقص من النهاية ثم نفسر نتيج أكيد مستقيمة المقالبة نطلق بليميت آف لإكس وهي إكس على قصية إكس ناقص إكس لما الإكس يؤول إلى ناقص من النهاية تسوي لنا الآن ما رأيكم أبنائي لو نأتي ونعوذ مباشرة أكيد هنا تعطي لكم هذه كم؟ تعطي لنا الصفر فاصبح لنا هنا ما لا نهاية على المنهاية إنها حالة عدم التأيين أرجو قد فهمتم لماذا؟ إذن ما علينا إلا استخراج الإكس عام المشترك من البسط والمقام صبح لنا لميت إكس من البسط وإكس من المقام لاحظوا فاصبح لنا في البسط يبقى لنا واحد وفي المقام صبح لنا أسية إكس على إكس ناقص واحد لما الإكس يؤول إلى ناقص من النهاية أكيد يذهب هذا مع هذا صبح لنا كم؟ بعدما اختزلنا صبح لنا لميت واحد على أسية إكس على إكس ناقص واحد لما الـ x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية تصبح دسا هنا ركزوا نحن نعلم قلنا ذكرنا سالفا أن للمت السية x لما الـ x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية قلنا هذه صفرة فتصبح لكم هنا كم تصبح لنا صفرة صفرة على ما لا نهاية ليس حالة دم تعيين إذن هذا يذهب إلى صفرة إذن قلت أن للمت السية x على x لما الـ x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية هذه تصبح لكم صفرة صفرة على ما لا نهاية ليس حالة دم تعيين إنما هذه تطي لكم صفر لأن إذا كان صفر على خمسة يصف فصفر على ملا نهاية أكيد يكون صفر بعدها ماذا ينتج يبقى لنا هذه القيمة انظروا تبقى لنا هذه لهي واحدة على ناقس واحد إنها ناقس واحد نقول ومنه التفسير نقول التفسير البياني هو أنه ماذا هو المنحنة يقبل مستقيم مقارب أفقي معادلته يقبل ناقس واحد بجوار ناقس ملنية أو عند النقس ملنية حتى تفهموا جيدا لأن تقول قاعدة إذا حسبنا النهاية عند ملنية وجدناها عدد منتهي فنقول مستقيم مقارب أفقي آنتي كذلك بعدما حسبنا هذا نحسب عند زائد ملنية سبح لنا للميت الآف لإكس اللي هي إكس على أصية إكس ناقس إكس لما الإكس يقول إلى زائد ملنية هنا كذلك لو نوعود سبح لنا ملنية على ملنية حالة دمتين ما رأيكم أن نستخدم الآن الأصية عام المشترك فماذا ينتج تصبح لنا هكذا الليميت أصية إكس نستخرجها من البسط وأصية إكس من المقام لاحظوا جيدا لما نستخرجها من البسط هذه لا يوجد لها أصية فنخلفها لها في المقام فصبحنا أصية إكس على عفوا عفوا نعتذر إكس إكس على أصية إكس وفي المقام صبحنا 1 ناقص إكس على أصية إكس لما الإكس يؤل إلى زائد ملنية يقول أحدكم لكن لماذا استخرجت الأصية حتى نزيل حالة عدم تعيين الآن ذكرت في الجزء الأول قلت أنه ليميت إكس قوة آن على أصية إكس لما الإكس يؤل إلى زائد ملنية قلت هذه إذا عاكسناها في الاصل يقوم بسية X على X قوان فإذا قلبت تصبح لكم تذكروا هذه أرجوكم معناه هنا ماذا يصبح تصبح لنا هذه صفرة وهذه صفرة ماذا يبقى لكم؟ يبقى لنا صفر على واحد وصفر على واحد ليس حالة لم تعيين إنما صفرة نقول ومنه ماذا؟ التفسير التفسير البياني هو ماذا؟ هو المنحنة يقبل مستقيم مقارب كيف هو أفقي وموازي لمحور التعالف واصل معادلته يجريك يساوي لنا صفرة بجوار أو عند بجوار الزائد ماذا نهاية فقط يا أبنائي قدما أنهينا مع حساب نهاية وتفسيرها البياني نأتي الآن إلى ثانيا قال أحسب أففتحة لإكس نكتب هنا حساب أففتحة لإكس نقول أدال أف قابلة لإشتقاق على ر ودلة المشتقة تصبح لنا نحن نعلم أن هذه مكتوبة على شغل اي على ذي وي على ذي المعروف على اي على ذي أنها تساوينا مشتقي البسطي في المقام ناقص مشتقي المقام في البسطي على المقام مربع فأصبحنا ففتحة لإكس تساوي هكذا إننا تساوينا مشتقي البسطي مشتق إكس إنه واحد مشتقي البسطي في المقام ناقص مشتقي المقام مشتقي المقام مشتقي المقام الأسية مشتقيه أسية والناقصάν مشتقيها losses kelоть e مشتقي المقام في البسطي على المقام مربع وهو السية kel pink ثم نكمل رويدا رويدا اصبح لنا F فتحة ل X يسعف نضع خطها كذا وننشر اصبح لنا أسية X ناقص X ثم هذا في هذا اصبح لنا ناقص X في أسية X ثم هذا في هذا ناقص مع هذا اصبح لنا زائد زائد X على أسية X ناقص X الكل مربع أولا عندنا هذا وهذا قد ذهب فتصبح لنا F فتحة ل X يسعف نضع خطها كذا ونستخرج ماذا نستخرج الأسية من هنا ومن هنا عن مشترك فماذا يبقى يبقى لنا ناقص X زائد أفوا إذا قلت ناقص X زائد واحد في أسية X على أسية X ناقص X الكل مربع هذه هي مشتقة هذه الدلة يا أبنائي بعدما أنهينا مع هذه الفزنة الآن إلى ثالثة قال أدرس اتجاه تغير دل أف إذا نكتب هنا دراسة اتجاه تغير الدل أف نقول لدراسة اتجاه تغير الدل أف ندرس ماذا ندرس إشارة فتحة ل X على ماذا على R لاحظوا هنا أبنائي نقول فتحة ل X أو إشارة نقول إشارة أفضل إشارة فتحة ل X من إشارة ماذا البسط الذي هو ناقص X زائد واحد لأن إشارتها من إشارة هذا الجزء فقط لأن عندنا السية X موجبة تماما وماذا والسية X ناقص واحد والناقص X الكل مربع قيمة كذلك موجبة على R هذه موجبة وهذا موجبة يبقى لنا هذا هو الذي يحدث لنا الإشكال الآن لو نأتي ناقص X زائد واحد يساوي لنا صفر ننقل هذا إلى نصبح لنا ناقص X يساوي ناقص واحد أي X يساوي ناقص واحد على ناقص واحد التي هي واحد يعني المشتقة هنا تنعدم تنعدم عند الواحد ويمكن التأكد واحد مع الناقص ناقص واحد زائد واحد وهو صفر صفر في هذه القيمة يصبح لنا صفر بعدها نعين جدول إشارة هذه المشتقة ركز هنا أرجوكم لاحظوا هكذا وهكذا يكفينا أن نضع هذا الجزء فقط بعدها لنعطي اتجاه التغير لاحظوا يا أبنائي إذن أولا عندنا هنا X من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية وعندنا F فتحة لX أين تنعدم؟ قلنا تنعدم عند الواحد فنضع من هنا هكذا لاحظوا إلى هذه العبارة إنها من الدرجة الأولى هنا نقول نفس وهنا عكس عكس ماذا ونفس ماذا؟ هنا ها هي العدد المضروف في الX كيف هو سالب؟ إذن نقول من هنا نفس ومن هنا عكس ثم نكتب الجمع اللغوي نقول الدالة F كيف هي؟ عفوا الدالة F متزايدة تماما على المجال وهو من ناقص ما لا نهاية إلى الواحد وماذا؟ هو متناقص تماما على المجال الثاني وهو من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية فقط زائد متزايدة ناقص متناقصة وانتهى بعدما أنهينا مع هذه الجمعات الآن ثم ثم أنجز جدول تغيراتها إذن نكتب هنا جدول تغيرات الدالة F أكيد على مجال التعرف هو على R إذن عندنا أولا X من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية وعندنا الآخر الذي هو F فتحة لـ X قلنا ينعادل عند الواحد إذن من هنا هكذا هنا ناقص وهنا زائد وهنا عندنا F لـ X F لـ X معناه نصعد هكذا وننزل هكذا حسبنا النهاية لو تتذكروا عند عند المنى نهايتين ها هم أمامكم لاحظوا حتى يقول أحدكم عند الناقص ما نهاية وجدناها ناقص واحد وعند الزائد ما نهاية وجدناها صفر فما علينا الآن إلا نقلهم إذن وجدنا هنا ناقص واحد ووجدنا هنا الصفر ونقوم بحساب صورة الواحد هنا واحد 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 فماذا ينتج؟ تسبيحناها تسوينا واحد على الأسية ناقص واحد هذه القيمة وأكيد إنها قيمة موجبة يا أبناء معناه حسبنا صورة الواحد بالدلة F فقط بعدما أنهينا مع هذه الزائد الآن إلى رابعا قال عين معادلة للمماس T للمنحنة غاما في النقطة ذات الفاصلة صفر إذن نتبه هنا معادلة المماس ماذا T عندما ذا عند X صفر قال كم يساوي الصفر نحن نعلم أن معادلة المماس تكتبه على الصغر Y يساوينا F فتحة لصفر في X ناقص سفر زائد F لصفر مرة نعوذ هنا في المشتقة وهنا نعوذ في الدلة نأتي الآن إلى F فتحة لصفر عوذ هنا بالصفر صفر صفر وصفر وصفر أكيد يبقى لنا ماذا يبقى لنا واحد وهنا كذلك هذه تعطينا كملا أسية صفر وهي واحد مربع الأ Crush 1 وتساوينا 1 عندنا كذلك نعوذ بالصفر عوذ هنا بالصفر صفر صفر فتصبح لنا صفر على 1 وتساوي لنا صفر إذن اي يساوي 1 X زائد ماذا زائد صفر لأن هذا عوض بالصفر فيصبح لنا Y يساوي الذي هو المنصف الأول إذن هذا المسجأ هو المنصف الأول فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الخامس لكن يحتاج معي إلى التركيز قال خامسا باستعمال الجزء واحد الجزء واحد وهذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء وهو السية X ناقص X قال أدرس وضعية المنحنة غاما بالنسبة إلى المستقيم أو الممستي دراسة وضعية ماذا؟ وضعية غاما بالنسبة إلى الممستي نقول ماذا؟ نقول ندرس إشارة الفرق من هو الفرق؟ الذي هو F لX ناقص Y على ماذا؟ على R فنجد على مجموعة التعريف فتصبحنا F لX ناقص Y يساوي F لX ها هي التي هي X على أسية X ناقص X ناقص Y وهو هذا وهو كم؟ وهو X نواحد المقام تصبح لنا تساوي المقام حتى يواحد معناه أكيد هذا يضرب في هذا القيمة تصبح لنا X ثم أضرب هذا في هذا تصبح لنا ناقص X في أسية X ثم هذا في هذا الناقص في النقص يعطي لنا زائد X مربع على أسية X ناقص X لاحظوا وانتبهوا معي أرجوكم لو نأتي الآن ونستخرج انظروا هنا X وهنا X وهنا X مربع نستخرج X على المشترك ثم نلاحظ تصبحنا تساوي استخرج X على المشترك إذا نضع خط كسر هكذا فيبقى لنا ماذا؟ يبقى لنا 1 ناقص أسية X ثم زائد X هكذا وانتبهوا أرجوكم على أسية X ناقص X يساوي ما رأيكم يا أبنائي لو نأتي ونستخرج هنا من هنا من البسط ناقص استخرجوا من هنا ناقص ومن هنا ناقص ومن هنا ناقص ماذا يبقى لكم؟ نصبح لنا ناقص X في هذا بعدما كان زائد 1 كم يصبح يصبح لنا ناقص 1 وهذا ناقص أسية X تخرجنا له ناقص ماذا يبقى؟ يبقى لنا زائد أسية X وهذا عندنا زائد X لما نستخرج له ناقص ماذا يبقى لنا يبقى لنا ناقص x على ماذا سية x ناقص x لم أفعل شيء يعني لم تفهموا أعيد ونشر هذا الناقص يعطي لنا زائد واحد وهنا يعطي لنا ناقص سية x وهنا يعطي لنا زائد x ها هي أنا ناقص لكن لو نرتب هذه القيمة نرتبها أليس هي هذه انظروا بأم عينكم وصبح لنا تساوي ناقص x في السية x ناقص x ناقص واحد على السية x ناقص x نعم وتساوي لنا ماذا تساوي لنا ناقص x هذه أليس هي هذه نعم معنا نصبح لنا ناقص x في جي لx على ماذا على السية x ناقص x التي هي قلنا ماذا اللي هي f لx ناقص y الآن ماذا قلنا نحن قلنا ندرس إشارة الفرق الآن الفرق الذي ها هو ندرس إشارته انتبهوا الرقم نأتي إلى هنا هذا هو الفرق أولا ماذا نملك لدينا أنه ماذا أنه السية x ناقص x قيمة موجبة تماما ألم نبرهنها ها هي السية x ناقص x موجبة تماما وعندنا جي لx ماذا قلنا عليها قلنا عليها إنها موجبة و جي لx قيمة موجبة ليس تماما لأن وجدنا لما حسبنا في جدول تغييرتها وجدنا أن صورة الصفر وجدنا أنها هي الصفر فآخر قيمة تصل إليها حتى الصفر له نصيب أما هذه فإنها موجبة تماما احترام لمجموعة تعريف كسرة يعني هنا موجبة تماما من يبقى لنا الذي يشكل هنا الإشكال هو في هذه القيمة أرجو قد فهمتم لأن هذا موجب وهذا موجب تماما ها هنا يحدث الإشكال لما يحدث هنا الإشكال ما علينا إلا إنجاز هذا جدول الذي من خلاله نعطي ماذا نعطي الوضعية وبطريقة جد بسيطة هكذا وهكذا أولا لاحظوا وانتبهوا من قلنا المسؤول إذن عندنا إكس من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نجموعة التعريف من هو الذي يحدث لنا الإشكال هو هذا فقط الذي هو ناقص إكس أين ينعدم ناقص إكس ينعدم عند الصفر من هنا نفس ومن هنا عكس لماذا لأنها عبرة من الدرجة الأولى أما هذا فهو موجب تماما وهذا موجب يعني لا يحدث لنا شيء بما أنه موجب لا يحدث شيء يمكن أن ندخل الج حتى تلاحظوه إذا قلنا ها هي جي لإكس أين تنعدم الجي لإكس وجدنا أن صورة الصفر أن جي لصفر وجدناها صفر فتصبح لنا أنها تنعدم فقط ولكن تبقى لنا قيمة موجبة لأنها هي أمامكم إنها موجبة معناها تبقى قيمه كلها موجبة مهما كان يعني لا يمكن أن نقول من هنا زائد من هنا نقص لا دائما موجبة نأتي الآن إلى الإشارة ثم نترك الجزء الآخر للكتابات اللغوية التي هنا نقول فوق وأسفل ويقطع لاحظوا هنا فنكتب في هذا المكان نكتب هنا F لإكس ناقص إجراج بخط أوضح قلت ناقص إجراج فماذا ينتج فينتج هنا يبقى الإنعدام عندنا زائد في زائد يعطي لنا زائد وناقص في زائد يعطي لنا ناقص وثم نضع هذا الأمر هكذا القضية قضية هنا وضعية منحنة بالنسبة إلى ممس ليس بالنسبة إلى مستقيم إذن نكتب هنا الوضعية الوضعية نقول في الزائد نقول CF يقع أو ليس CF أعتذر إنما المنحنة نقول يقع فوق T وهنا نقول يقع أسفل T وهنا نقول ماذا نقول أنه أو نقول T يخترق يخترق ماذا يخترق قاما وضعية منحنة هنا يمكن أن نقول يقطع أو الأفضل أن نقول يخترق لأن تصبح لنا نقطة ذات الفاصلة صفر إنها نقطة إنعطاف نقطة إنعطاف هي التي نجد فيها وضعية منحنة وممس أنه تتغير الإشارة معناها نقول هنا T يخترق أو نقول كذلك قاما يقطع كلمة يقطع ويخترق كلاهما لكن أصحي أن نقول يخترق حتى نفهم بأنه يخترق أن هذه النقطة صفر ذات الترتيق الفاصلة صفر إنها نقطة إنعطاف فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا سؤال نأتي الآن إلى السؤال الأخير قال أرسم المماز T والمنحنة غاما قال وحدة الرسم هي 2 سنتيمتر على محور الفواصل يعني من هنا إلى هنا 2 سنتيمتر وعلى محور الترتيب 5 سنتيمتر يعني من هنا إلى غايتنا إنها الخمسة سنتيمتر معنا إذا أتينا إلى شعع الوحدة الأول ها هو طاولته تكون 2 وهذا تكون 5 وعليكم باحترامها أولا نأتي الآن إلى رسم أولا قال المماز المماز نحن قلنا أنه المنصف الأول الذي هو Y يسئل لنا X يمكن الاستعانة بجدو المساعد X Y يصبح 0 وإذا أعطينا X 1 يصبح لنا Y 1 معنا 0 0 ها هي وال 1 مع 1 تكون في هذا الموضع ثم نقوم بالربط ما بين هذه النقطتين لاحظوا جيدا ها كذا أبنائي ها هي أمامكم هذا الأمر الأول عندنا كذلك المستقيمين المقاربة وجدنا أن Y يصنع نقص 1 Y يصنع نقص 1 وعندنا كذلك X يساوي 0 ها هو X يساوي 0 إذا سمينا هذا Y يساوي نقص 1 وهنا Y الذي هو محور فواصل عندنا كذلك عندنا القيمة الحدي هي 1 مع 1 على 1 نقص الأسية نقص 1 تعطينا بالتقريب هذه 0.58 6.58 معنا في هذا المكان نرسم شيء يشبه الجبل هكذا أنها تشبه الجبل انظروا قيمة حدية محلية عظمى ثم نأتي الآن نقطة العطاف قلنا ها هي 0.0 معنا في هذا المكان من هنا لاحظوا كفية الرسمة لاحظوا هكذا هنا ومن هنا أكيد يتجه نحو Y يسير 0 ها هو أمكم من هنا وذهب هكذا يبقى أن الجزء الآخر لا نرسمه من هنا إنما يخترقه معناه هنا تتم عملية الاختراق معناه يأتينا لاحظوا إذن يأتينا هكذا هكذا لاحظوا في الأصل كيف يأتينا المنحنى معناه المنحنى يأتينا من هنا ويبدأ بالسعود من هنا ويبدأ بالسعود هكذا ليصل إلى هذه نقطة العطاف ثم يسعد إلى هذه الجبل وقيمة الحدية ثم ينزل هكذا أرجو قد فهمتم أصلا يعني ودائما نقول المنحنى لا يمكن أن نقوم برسم يعني مضبوط 100 بمئة لأنها يرسم باليد الحرة فرسم هذا يعتبر صحيح 100 بمئة هكذا لأن في الباكالوين نجيب المنحنى بأيدينا ثم نكتب هنا T هذا هو T وهذا يسمى لنا C أو لم نسمي C إنما نسمي المنحنى غاما هذا هو الرسم الآن صحيح جاء بالقرب من ناقص واحد ثم سعد إلى هذا الجبل ثم نزل إلى إقلاق يسأل لنا الصف أصبح ها هو المنحنى أمامكم يا أبنائي فقط وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والطرحم على رحمة أمي الطاهرة كما يمكنكم أن سيارة صفحتنا التي هي صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته